ومعنا النهاردة فيديو جديد عن الشاحنات والسيارات ولكن الفيديو النهاردة مختلف عن الفيديوهات السابقة لانا هنتكلم عن التيوتا التيوتا بمدلاتها المختلفة هنتكلم عن الويرين دياجرام وجزء النهاردة يخص الكهربائية اكتر او المهندسين العاملين في تشخيص الاعطال الموضوع يتعلق بجزء الكهرباء لكن طبعا للعلم بالشيء الناس اللي شغال فيه اي حاجة في العربيات سيفيدوا المعلومة طبعا بتاعت النهاردة ازاي نعرف اللون السلكي من خلال الاحروف او الرموز الموجودة على السلكي في الويرينج دياجرام او المخطط بتاع الويرينج دياجرام الموضوع بسيط جدا يا جماعة زي ما شفناه طبعا في الاكترس واتكلمنا عنه فيديوهات قبل كده ان احنا ازاي نعرف اللون السلكي من خلال الحروف الموجودة على السلك هنا طبعا زي ما احنا شايفين بيبقى الحرف الموجود بالشكل ده على سبيل المثال هنا L طبعا هنا R هنا L W شرطة R G شرطة W G شرطة W تمام ايه الحروف دي كلها عايز اعرف لون السلك اللي لان طبعا هيسهل علي في الوصول لمكان الحساس او العطل بتاعي لما اجي عرف ان ده مثلا الحساس الفلاني قاطع او الفيوز او اتذبع العطل المعين اه السلك ده رايح من هنا لهنا طيب ايه السلك ده لون ايه ازرق فاخدر مسلا خلاص بقى امشي مع السلك ده ازرق فاخدر ده اللي رايح للفيوز الفلاني او المقاومة الفلانية او الحساس الفلان تمام هنبدأ باول حاجة هنا بدء بها هو حرف البي حرف البي بيرنز ليه بلاك اللي هو الاسود تمام هنكلم عن الحروف بعدين ندخل على الجزء اللي تحت بيشرح فيه بالزبط ثاني حرف ال يعني بلو ازرق يعني اول حرف الاسود بالتاني حرف ال ال لو شفت حرف ال ال معناها ان السلك ده لونه ازرق الار يرمز للرد الاحمر البي يرمز للبينك اللي هو الروز او الوردي ال او اورنج اللي هو البرتقالي ال 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 نحن نقرأ الحرف الانجليزي من الشمالي اليمين يبقى هنا مثلا ال L ده هو اللون الغالب على السلك ال L نرجع فوق اللي هو الازرق ال L يعني ازرق و ال Y ده خط داخل السلك ال Y اللي هو ايه يلو اصفر زي ما احنا شايفين هنا اللون السلك كله ايه ازرق وفي خط اصفر يعني ال L ده اللون الاساسي ازرق و Y اصفر لا وطبعا لو قلنا مثلا ال L دي مثلا B يبقى سود وخط اصفر لو O يبقى برتقالي وخط اصفر وهكذا اي حرف من الحروف اللي فوق يعني ناخد اللون الاول اللون الغالب على السلك و اللون الثاني اللي هو اللون اللي هو عبارة عن الخط اللي هو ماشي بطول السلك تمام اتمنى يكون اقدمنا معلومة مفيدة عن ويرج ديجرام نت يوتا وانتظرونا فيديوهات قادمة عن الشاحنات والسيارات النقل الثقيل والخفيف وبعض الاحيان بنعمل فيديوهات عن السيارات الصغيرة ولكن القناة متخصصة في الشاحنات والمحركات الديزل اتمنى نكون من قد معلومة مفيدة طبعا ما تبقلش علينا بتعليق لو انت استفدت من معلومة بتاعت النهاردة وتدعمنا ان شاء الله بلايك ويتلاقوه مرة تابعنا تسبسكرايب واشترك في القناة وتدخل على القائمة المختلفة على القناة ان شاء الله هتلاقي معلومات مفيدة جدا جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر